هذا اليوم في واحد من التغريدات جايبها واحد من إخواننا نقلها على الفرنسيس الفرنسيس داروا قانون يرفضون فيه أن تكون الأعلام في العرس شفتو كيفاش رام يتقدموشتو لما قلنا قبل أشهر بأن هذا القانون تع سيباراتيزم ما سيباراتيزم راي الهدف منه كل مرة يزيد يتقدمو شوي في الأول بدأوا بالملتزمين والمتدينين يعني اللي عايقوا المساجد اللي يصلوا اللي عندهم مراكز زيعة يعلموا يعلموا اللغة العربية ويعلموا الدين أو في فرنسا بدأوا يخنقوا فيهم والخنق والجوال الجوامع يخلوا غير جوامع اللي يتاب عليهم يعني اللي يتقدسهم إلى درجة قال لك لديو دي ميزيلموند دوى رسبيكتر للواة الاريبيبليك لديو دوى رسبيكتر للواة الاريبيبليك إلى هذا الحد من البلاسفام ومن التهجم على المسلمين طيب خلنا مش راح نتكلموا عليهم مسلمين إن شاء الله رام كثير فرنسا ويتكلمون لكن الآن وصلوا قال لك من بين الأشياء كان أشياء كثيرة الضغوطة قال لك ما فيش أعلام في الأعرس لماذا؟ لأن الجزائرين يرفضوا الأعلام بتاع الجزائر في الأعرس ويمشوا بيهم في الأعرس علم جزائري مزعج بالنسبة إليهم علم الثوار علم الأحرار علم المناسبة يعني أول ما كتب كتبوه جزائريين خرجوه قبل حتى المئة سنة هاكذا خرجوه لدوكرز خدمين تعلمواني إلى آخره ثم مصالي الحاج وزوجته الفرنسية اللي آمنت بالقضية الجزائرية هي اللي طرزت الأعلام الأول وتبناه الشعب الجزائري وروفع في خمسة مثلا في خراطة قال ما سطيف في ثمانية مائة خمسة وربعين اللي أدت إلى مجازة ضد شعب الجزائري وتبناته الثورة الجزائرية وتبناه الشعب الجزائري عالم الشهداء ما توليه الملايين مش فقط من ربع وخمسين فما فوق أيضا قبل ذلك وهو رمز رمز رائع رمز لنا جميعا لوحدتنا ولوطننا ولشهدائنا طبعا العصابة كانت وحد الوقت تحوص لي لقدروا الإعلام تسجنوا مش فقط الرأي الأمازيغية كانوا الإعلام الوطني 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 نحولهم الإعلام معنا راح كرح الحرك حرك الإعلام الجزائري هو رمزه الأول أرعبهم تخيلوا المفروض كان جاينا في دولة حقيقة انت فرح الشعب رفض إعلام البلاد لكن الفرنسيس الآن داروا قانون باش يمنعوا الإعلام هو الكلام قال لك الأعنام بتاع كل الدول لا يوجد دولة أخرين شعوب قليل وإن كين شعوب أخرى ترفض إعلامها إلا الجزائري رفضوا كثير ربما شوية خوطنا المغاربة والتوانسة ربما لكن الجزائري يفضوا العالم الجزائري وهذا يزعج النوستالجيك على الجيري فرنسيس والإستراميس والإرسيس والأرسيس 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 فالقانون يمنع الآن ممنوع عليك أن ترفض الإعلام بتاع الجزائري في العرس وما زال يأتي وقت يقولك ترفضوا حتى في الشارع وترفضوا في المقابلة ممنوع عليك العالم الجزائري يزعج النوستالجيك على الجيري فرنسيس ومنوني يسمونه ألغيري الفرنسي من أن ترفضوا عندنا بأنفسي عندما يقول الجزيرين على العالم فرانسي سنة ترتكب عن حرارات التحقق في الوصول على الوصول على كل شخص في كل دولة لم تكن اجster كلمة في كل دولة وحسب لا تكلموني على الحقيقة يعني يجب أن يقول לי انها اجتماع بكل دولة لكن ليس لديها في الحقيقة ما هو أقصد منه الجزائريين ودليل حتى المعلقيين الفرنسيين ومن الذين يحدثوا بأن الجزائريين هم الذين يفعوا إعلان هذا النقطة وما قال أخر وما قال آخر إذا يجب أن يقول الألغيريين نهو فرنسي نهو مستعدة بإمكانها تقول للمرسة أنت الذين الألغيريين يجب أن تكون مستعدة بإمكانها تقول للمرسة بسرعة يجب أن نكون علينا أن نقول للجزيريين بأننا فخورين أن روما احتلت فرنسا وعلى الجزائرين أن يكونوا فخورين بأن فرنسا احتلتهم هكذا يعني فرنسا اللي دارتنا بريسك لإكسترميناسيا الإراديكاسيا مقتل الملايين تشريد كسر الثقافة كسر المجتمع كسر البلاد إخراج الجزائر من هذه الأرض لم تعد هناك شيء يسمي الجزائر لازم يكونوا فيال هاو عندما يحكمون العملاء ويرفع الشعب فرنسا واللات ما هوش غالط الشعب يا لولاد فرنسا واللات مش غالط الشعب راكم شفتوا رئيس الجويش الفرنسية كيف كان وكيفاش ما يسمى بقاء برئيس هيئة الأركان كيف كان واقف شامبيت مع احترام الشنابط شامبيت في حالة مزرية تايخ مش عارفوش كان شارب ولا رشك ويشوف فيه هكذا كيلي عمروش شاف عسكري فرنساوي واخطأ بالكيلو حسب واحد في الوفد قال لي اخطأ تعب بالكيلو قال لي بهدلونا هاد العسكر لي ما هم فاهمين فيها ولا شيء قال لي والكارثان نهم عجزة نهم عجزة مش قادر تفهم ومش قادر يسمعلك مش قادر يفهم وش رك تقول له خلاص بس طبيعة الاشياء البيولوجية ترجمة نانسي قنقر